قدمت الأكديمية الوطنية للتدريب بحلقة عن بناء الإنسان المصري ومسيرة التنمية البشرية في مصر وتعزيز قدرات الشباب المصري وتمكنهم للمشاركة في مسيرة البناء والتنمية نقشت الحلقة دور القيادة السياسية لتأهيل وتمكين الشباب منذ عام 2015 بإطلاق البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة وإطلاق عام 2016 عاما للشباب بجانب عقد العديد من المؤتمرات الوطنية للشباب هذا ونقشت الحلقة أيضا شعار الأكاديمية وهي المشروع القومي لبناء الإنسان في الجمهورية الجديدة ومواجهة التحديات ومدى أهمية الوعي الشعبي في نجاح ثورة السلسين من يونيو وهو ما ظهر في تضحيات الجيش المصري